أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد وهذه المرة تغطية لما يحصل في إثيوبيا حقيقة الأسبوع الماضي كانت هناك أحداث دامية حيث اعتدى مجموعة من النصارى الأرثوذوكس على المسلمين في مدينة غندر الشمال إثيوبيا وقتلوا العشرات وأنا حقيقة كنت أؤجل الحديث عن هذا الموضوع لاستضافة أحد الإخوة من إثيوبيا ولكن ما حصل أمس في صلاة العيد أيضا في العاصمة أديس أبابا جعلني أعلق على هذا الموضوع وبالمناسبة يعني أنا أبدأ بهذا الخبر السيء وإن شاء الله إليكم الأخبار السارة بعد ذلك المدينة التي حصلت فيها عمليات القتل للمسلمين الأسبوع الماضي خلال أواخر شهر رمضان منعت فيها صلاة العيد ومجلس علماء المسلمين هناك قرر قرار نهائي عدم إقامة صلاة العيد بسبب استمرار استهداف المسلمين وحث المواطنين على عدم الخروج من منازلهم هذا الموضوع طبعا الكثير من المسلمين لا يعلمون عنه شيئا يعني اللي بيحصل للمسلمين في أثيوبيا أمر مهول جدا قتلى بالعشرات حرق للمساجد واغتصاب النساء هذا كله حصل في إقليم أمهراء الأثيوبي لكن على الجانب الآخر أيضا على الجانب الآخر حتى لا نفسد فرحة الناس بهذا الموضوع وإن كان يستحق الحزن ولكن نحسبهم من الشهداء هذه كانت مشاهد العيد أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يعني هم أفسدوا على المسلمين في الشمال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وقتلوا منهم في أواخر رمضان ولكن يا جماعة والله هذا الدين منصور وربما يحارب في مكان وينتشر في مكان آخر في نفس الدولة أمس لم يجدوا مكانا يسع المسلمين غير إستاد إثيوبيا الدولي هذه الصور من إستاد إثيوبيا الدولي الناس صلوا في الإستاد عارفين يعني إستاد؟ ومع ذلك أقولها لكم صلى الناس والله ليست مبالغة وأقسم لكم أي واحد يعرف الوضع في إثيوبيا يعلم ذلك الناس صلوا داخل الإستاد وخارج الإستاد في جميع الأحياء المجاورة له من كثرة أعداد المسلمين ملعب إستاد أخي ملعب أو أيا كان هذا ملعب كبير جدا يسع عشرات الآلاف بل مئات الآلاف وكانت صلاة العيد أمس من أكبر الحشود حول العالم في إثيوبيا التي كنا من أسبوع نحزن لما يحدث فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على حقد وكيد هؤلاء النصارى المجرمين فالذي حصل هو هذا المشهد ما هذا يا أهل الحبشة يا أهل الإثيوبيا هذه أرض النجاشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه المشاهد يا جماعة الإعلام الغربي والعربي فقط ما جعله ينتبه إليها فقط الاشتباكات طبعا خلينا نعرض فيديو أيضا هذا فيديو شوفوا شوفوا داخل الإستاذ شوفوا جماعة الإستاذ مليان عن آخره كنت أتمنى أن تصور هذه الحشود بطائرات بطائرات مسيرة أو أي شيء لكن الله المستعان اللي حصل أمس أيضا أنه في مناطق أخرى بخلاف هذه المنطقة هذه أيضا صلاة من شمال إثيوبيا إلى جنوبها إلى شرقها هذه مشاهد أيضا من مناطق أخرى في الخلاء ما شاء الله تبارك الله ولكن حاولوا إفساد هذه الجموع هؤلاء الذين يحرصون هذه الاجتماعات لم يستطيعوا لم يتحملوا ولكن المؤسف أن هؤلاء شرطة معهم أسلحة قاموا بإلقاء قنابل على هذه الجموع قنابل مسيلة للدموع وأطلقوا الرصاص عليهم أمس هذا الكلام حصل أمس وهذا الكلام هذا هو الذي لفت الإعلام تصدقوني الإعلام أمس انتبه عندما قامت الشرطة بالاعتداء على المسلمين وقالوا صدامات بين الشرطة والمصلين لا الشرطة ألقت عليهم قنابل الحقد يعني الشرطي لم يستطع يا جماعة تخيل واحد جاء واقف نصراني حاقد وأنتم تعلمون أن النصارى الأرثوذوكس أكثر الناس حقدا على المسلمين يقف ويشاهد هذه الجموع بالمئات الآلاف مشهد عجيب مشهد فعلا العلماني يكتب على الفيسبوك وعلى كويتر يعني يبث حقده على الفيسبوك أما هذا الشرطي فيقوم بإلقاء قنابل على المسلمين وهم يصلون فالذي حصل زي ما أنتم شايفين هذه أخت صورت هذا المشهد من مصلى النساء شوفوا ويأتي الإعلام ويقول لك هذا صدامات بين الشرطة لا المسلمون كانوا يصلون بأمان وألقت الشرطة عليهم القنابل ثم بعد ذلك طبعا يقولون هناك مؤامرة وهناك كذا ويتهمون جهات خارجية وجهات داخلية والقصص هذه فلا أنسى وأذكر المسلمين جميعا بالاهتمام بقضايا إخوانهم في إثيوبيا والله أنا كنت أؤجل الحديث عن هذا الموضوع خصوصا الذي حصل في مدينة غندر أو غندر أو قندر حسب ما تنطق في إثيوبيا هذه المدينة وقعت فيها مجزرة للمسلمين الأسبوع الماضي وكان الهدف من ذلك تخويف المسلمين في جميع إنحاء إثيوبيا ألا يخرجوا لصلاة العيد لماذا جماعة؟ لأن المسلمين في إثيوبيا بسبب استهدافهم زادوا تمسكا بالإسلام فالذي حصل هو عكس ما أرادوا نزل الناس بمئات الآلاف في مشاهد لم تتكرر من قبل في إثيوبيا من قبل نهائيا كلما حاربوا الإسلام وكلما شددوا عليه وكلما حاولوا أن يمنعوا زاد الناس تمسكا به وبالمناسبة في شهر رمضان أيضا هذا إفطار جماعي للمسلمين هذه المشاهد التي تغيظ الكافرين والمنافقين والمجرمين حول العالم هذه الصور في أواخر شهر رمضان شوفوا هذه الصور خليب لكم هذه الصور لا تنقل في الإعلام العالمي نعم بعض الحسابات على تويتر وهنا هناك أنا في قناتي بعض الناس يقولون لي أخي أنت جايب صور الناس من هنا وهناك يعني مبارح لما تكلمت نعم أخي نحن نغطي ما لا يغطيه الإعلام بطريقة صحيحة الإعلام العربي مبارح قليل منه من غطى الأحداث والصلوات والكثير منه بحث عن أي خبر من أخبار الحوادث تحرش أو جريمة أو شيء حتى يقول يعني تخيل واحد مثلا ارتكب جريمة يقول جريمة كذا قتل بعد صلاة العيد طيب إيش علاقة هذه بصلاة العيد يعني هو مثلا عشان صلى العيد راح يقتل ولا إيش اللي حصل جريمة حصلت زي في كل يوم هذا هو الإعلام وهذه هي طريقتهم في تغطية هذه الأحداث أما نحن نغطيها لنفرح المسلمين ونفرح المؤمنين بهذه الحشود الطيبة ونعم هذه حشود طيبة ومباركة ونعلم أن الأمة الآن مريضة وفيها كثير من المشاكل ونعلم أننا يعني في قمة الاستعاف لكن هذه حشود والله تفرح المسلمين تفرح المسلمين وتصيب أعداء الأمة بالهم والغم والحزن يجب أن نستغل هذه الحشود ونبني عليها ونوجه الناس إلى الطريق الصحيح نقول نحن نحتاج هذه الحشود أيضا لنصرة الإسلام لتطبيق شرع الله لغيرها من الأمور نعم بطريقة لا أن نسفه من هذه الحشود ونتهم هؤلاء بالغثاء ولا أعوذ بالله نعوذ بالله بل نحن نثمن هذه ونثني عليها ونقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم الله أكبر يا أخواني وما حصل في إثيوبيا خلال الأسابيع الماضية لم يتمكن من تخويف المسلمين ولم يوقف المسلمين عن الاحتفال بشعائرهم ولن يوقف المسلمين وما حدث في مدينة محدودة في غندر إن شاء الله سيكون نصرا للمسلمين نعم قتلوا من المسلمين العشرات يقال أكثر من أربعين شخص قتلوا رحمة الله عليهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبلهم في الشهداء أحرقوا مساجد إن شاء الله ستبنى عشرات المساجد كذلك صبوا حقدهم النصارى الأرثوذوكس صبوا حقدهم على المسلمين والإعلام الغربي ساكت وصامت لم يتحدث أحد عن هذه المجزرة بالله عليكم يا من تسمعون هذا البث وأنتم بالألاف هل هناك أحد سمع عن مجزرة مدينة غندر بحق المسلمين ومنعهم من صلاة العيد تسمع عن هذا الكلام لن تسمعوا هذا الكلام قليل جدا من يعلم بهذا الموضوع المهتم بالشأن الإثيوبي هذا هو الذي يعلم بهذا الكلام لكن صدقوني الإعلام الغربي يأتي على مجموعات لا تمثل المسلمين ويقولون هذا هو الإسلام أما هؤلاء النصارى الذين يحقدون على المسلمين ويقتلونهم والله الإعلام يغطي جرائمهم جريمة واضحة قتلى من المسلمين والقاتل معروف جماعات نصرانية مسيحية يقولون جماعات مسيحية نصرانية حاقدة على الإسلام والمسلمين فاللهم لك الحمد نعم كبتوا وقهروا وبان الحقد من صدورهم لكن إن شاء الله أخواني الكرام هذا الدين منصور وهذا الدين غالب وإن شاء الله سوف نستمر في هذا التغطية وأعيدكم بلقاء قريب مع أحد الإخوة من إثيوبيا لمعرفة ما يحدث هناك للمسلمين وبالله عليكم اهتموا بهم وشجعوهم هل تعلم أنه عدد المسلمين يقارب على 50% من إثيوبيا 30-40% يقال حسب الإحصاءات الرسمية هل تعلم أنه عدد كبير من الشعب الإثيوبيا تكلمون باللغة العربية؟ أرض الحبشة أكبر بكثير من إثيوبيا بالمناسبة هي أصلا منطقة أكبر من ذلك في جيبوتي وفي إثيوبيا وغيرها يعني ليست منطقة محدودة ولكن هذه المنطقة التي احتضنت المسلمين في بداية الإسلام عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال اذهبوا إلى أرض كذا فإن فيها ملك عادل أتذكرون هذا النجاشي رحمة الله عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه هذه الآن ما زال الإسلام يزيد داد وينتشر في هذه البلاد هم لا يريدون أن يكون المسلم هناك عزيزا كريما وخلي بالكم أعداد المسلمين لما تتخطى خمسين في المية أو ستين في المية سيصبح هؤلاء أقلية والله يا جماعة الحقد يأكلهم رغم أن هؤلاء يمسكون بالحكم وقتلوا ما قتلوا من المسلمين طيلة السنوات الماضية الإسلام ينتشر وادنصرانية حسر ما الذي يحدث ما هذا يا جماعة هذا هو الدين الحق هم يمسكون بالأمور ولديهم السلطة ويضيقون وأغلقوا المدارس الإسلامية وضيقوا على المسلمين والمسلمات هناك والإسلام ينتشر ما هذا الدين ما هذا الدين العجيب ما هذا يا جماعة نعم أقول ما هذا يا شعب إثيوبيا ما هذا والله هذه مشاهد تفرح المسلمين وتغيظ الكافرين المجرمين المنافقين الحاقدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة ترجمة نانسي قنقر